توسيع مشاركة الشركات الخاصة المحلية في صفقات طلب العمومي عبر بوابة المناولة الخدماتية والصناعية عهد جديد تشهده الجزائر في مسعى لتقليص اللجوء للأجانب في التسيير والإشراف على قطاعات اقتصادية هامة في مقدمتها المحروقات تبعاً التوجيهات رئيس الجمهوري السيد عبد الماجد تبون لدعم الشركات الخاصة في قطاع المحروقات حتى شركة سونتراك اللي هي كذلك نظن بلي فتحت باب للشركات الخاصة أنها تدخل مناطق حيوية كانت حكر ماذا على الشركة الأجنبية إن شاء الله في القريب العاجل تكون عندنا أبواب مفتوحة أننا ندخلوا لبعض القطاعات الاقتصادية في مجال المحروقات والحد الآن نشوف تحسن كبير في الرؤية بالنسبة للسونتراك اللي نشوف بالدعم إن شاء الله بقوة الشركة هذو باش يواصلوا ويدخلوا هذا المجال السراكة العمومية والخاصة محور استراتيجي أدرجته كبريات المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ضمن أولوياتها المستقبلية تعتزم العديد من المؤسسات العمومية إبرام صفقات بين القطاعين العام والخاص في الجزائر شي يفرح هذا شي يفرح حاجة ملاحة للبلاد ناس أولاد الجزائري يخدموا نمدى بنا ندعمونا باش ننجحوا في هذه الأمور وهذا ضمان اللي فاست يعني نقعدون نقدرون نخدموا فيها مئات سنين من نوصلوش دي ما كان جديد فيه دي ما كان تطور جديد فيه رح يكون شركات مع سونالتراك مع سونالغاز مع سيمانس عبيبي كاين بزاف شركات اللي لازم يكونوا شركات معهم على ضوء شروع الحكومة في التحضير للقانون الخاص المؤطر للعملية والتي من شأنها توطين المئات من الصفقات التي تكلف الخزينة الجزائرية أموالا طائلة بالعملة الصعبة سنويا موسيقى